ايه المقصود علمياً بمقاومة الانسلين؟ الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام اولاً الانسلين هو هرمون بيفرز من البنكرياس لما كان وظفته انه هو يفرز مادة الانسلين مادة الانسلين وظفتها ايه؟ وظفتها انها تدخل الجلوكوز للخلايا بتاعت الجسم يعني هو المادة الاساسية اللي يتوصل الجلوكوز لخلايا المخ عشان يشتغل يعني هي مادة نقلة يا دكتور؟ الانسلين مادة بتدخل الجلوكوز للخلايا تمام يعني هرمون طيب عشان اوضح كده هو تخيل بس تخيل خيال اه دي خط كده الخط ده عبارة عن سطح بتاع اي خلية في الجسم فيها حاجة اسمها ريسبتورز اللي هو مستقبلات اللي هي بتحس بوجود الجلوكوز طيب ارجع وارا حطو صغيرة طبع احنا اللي بناكل ليه اساسا ليه؟ عشان ندينا طاقة صح عشان نتحرك وعشان نفكر وعشان عشان نعيش كل نمط اللي حقيقة بتاعتنا كله وكل الانشطة وكل الانشطة صح وكل الانشطة على الطاقة الطاقة هناخدها منين؟ الغذاء من الغذاء الغذاء اساسا هتحول الى الجلوكوز هو الاساس الجلوكوز ده هو الطاقة اللي ايه بتحرك كل ايه انسجة الجسم نعم الجلوكوز المق ما يعرفش بالجلوكوز المق اللي يعرف لبروتين ولا يعرف دهون المق عايز الجلوكوز تمام عشان نشغل ولهذا ممكن تسمع عن غيبوب السكر جلوكوز ما وصلش المق بالدرجة كافية يصدغبوب السكر وصل اكتر من اللي يازم ضغط على المق يصدغبوب السكر تمام ماشي فالجلوكوز ده شيء مهم جدا عشان يدي طاقة العضلات هتحرك زي يعني انفع نقول عليه بنزيني الجسم زي بنزيني الجسم تمام تمام تعبير كويس تمام الاكل اللي قلناه هيتم هضمه وبعض هضمه امتصاصه تمام امتصاصه هيروح فين هيروح عند الكبد تمام يبتدي الكبد يشتغل عشان يطلع الجلوكوز الزيادة يخزنه على هاي حاجة اسمها جلوكوز والمطلوب يطلعه جلوكوز سبحان الله الله العظيم سبحان الله الله العظيم تمام احتاجنا الكبد المطلع نحول شوية نخزون يطلعه جلوكوز يروح للجسم ده الطبيعي اللي يدخل بقى يعني الجلوكوز في الدم هو عشان كده منيجي نحلل لواحد ألاقي الجلوكوز عالي ماشي ويجي له دخل طب ازاي الجلوكوز عالي وإنت يجي لك دخل فيه 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 حاجة فيه خلل في مقطة معينة فيه خلل في المص هو ايه الانسولين ومقاومة الانسولين تمام ماشي المفروض ان البنكرياس يطلع الانسولين عشان ياخد الجلوكوز يدخل جول خلايا تمام فالخلايا تستفيد لابا مش موجود الانسولين ده خلاص لا يفايدا من جلوكوز لا يفايدا من جلوكوز فبالتالي ما دخلتش طاقة فبالتالي ما فيش نشاط ماشي الحال نعم نفرض ايه الجسم رح مطلع الانسولين بتاعه تمام جاي الانسولين يشتغل لقى في مقاومة في حاجة صعبة مش عايف يشتغل يوم يطلع انسولين تاني يطلع برضه في مقاومة يوم يطلع انسولين تاني دي اسمها مقاومة الانسولين ايه السبب من المقاومة ايوة ايه السبب من المقاومة ايه اللي يخلي واحد عنده مقاومة واحد ما عندهش مقاومة نعم ايه اللي يخلي واحد الانسولين اللي يطلع يكون شغال وكويس مع العلم ان المقاومة دي حاجة مش كويسة. محاجة مش كويسة طبعا. تمام. ماشي. ومين الناس المعرضين للمقاومة دي. ممتاز. خلينا الاول نتكلم في الاسباب. اه. اللي بيحصل ايه? اللي بيحصل ان الخلايا الطبيعية بتاعت الانسان المفروض فيها زي ما قلت كده مستقبلات. لما ييجي الانسولين بتحس بيه تم وغض الجولوكوز مدخلها. ماشي? محسدش بالانسولين مش هتدخل حاجة. مم. طيب. ايه اللي يخليها ما تحسش بالانسولين وجود دهون. دهون. باول حاجة نلاحظها الناس اللي عندهم سنة معرضين ليه? السكر. مقاومة الانسولين. والتالي. مقاومة بينها. يعني السكر. بعديها بقى بسنين. هم. المشكلة ان ايه? في في ناس كتيرة ودكاترة كتيرة. ما بتعتبرش مرض. ما تعتبرش مقاومة الانسولين ده مرض. هو ما قبل المرض. ماشي? لكن هو في حد ذاته ما من اعتبروش مرض. هذا الاعتبار هو بمثابة الخطورة يا دكتور. هو ده اللي هتولد ده صورة خطورة لان ممكن ان الواحد يكون عنده مقاومة الانسولين. ولكن لسه لسه امور ايه طبعية? لسه التحاليب بتاعته تقولي السكر في مستوى الطبيعي. لكن نهاية المطاف هتوصله لحاجة مش كويس. اه. لكن هيكون البلانكرياس تعب. عمال ينتج اكتر. يعني مسلا لو كان بينتج مسلا عشر وحدات انسولين كافين. يلاقي عند الشخص السمين ده اللي عنده وزن زيادة. ماشي. اللي هو الخلاة بتاعته اضغطت بالنسبة الدهون. فبالتالي ما تستجبش. فيقيمه الشغل اكتر. بدل ما اطلع عشر وحدات اطلع عشر واحدة. بدل ما اطلع عشر واحدة اطلع تلاتين واحدة. عشان يوصل نفس النتيجة. هم. هو لغاية كده هوا لما تيجي تحلله تلاقي السكر بتاعه كويس. لكن هو من جواه فيه اجهاد. الانسولين اجهاد. من كرياس دائم. عمال يطلع انسولي زيادة. طلع انسولي زيادة. ده وقت لما اطلع عشر واحدة. هم. هنا بقى يطلع ايه. 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 المرض السكر يزهر. هم. ففيه سنوات بتبقى موجودة قبل ما ظهور المرض. طيب بنتكلم في سنوات.